اشتهرت في مصر بدفاعي عن حقوق الرجل الشرقي في مواجهة المرأة القوية المستقلة حسب توصيفها تدعو النساء إلى تقبل تعدد الزوجات كحل للقضاء على العنوسة وجرائم التحرش والاغتصاب في المجتمعات العربية كما تدعي ضيفتنا اليوم الكاتبة والإعلامية المصرية دعاء عبد السلام أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج السؤال الصعب أرحب بضيفتنا لهذا اليوم الكاتبة والإعلامية المصرية دعاء عبد السلام أهلا وسهلا بك سيدة دعاء عبد السلام نبدأ بفقرة حق الرد معك سيدة دعاء عبد السلام من أكثر الأراء صراحة التي أثرت بها الجدل في مصر وفي العالم العربي هي دعمك لمبدأ تعدد الزوجات لماذا تسيرين عكس التيار سيدة دعاء والمفروض أنك تكون مدافعة على بنات جيلك وعلى بنات جنسك كما يقال خليني أقول في الأول بس أن أنا مش ضد الطيار ولا عكس الطريق خالص بالعكس أنا شايفة أن فيه هوجة وموجة قوية جدا خدت السيت في حتة تانية خالص بعاتتها عن كونها أصلا سيت كونها أصلا أن هي لازم تفهم مفردات أنوستها تفهم هي ربنا خلقها ليه أنا لا أثير الجدل بالعكس أنا بحاول أرجع كل الموازين تاني تبقى متوازنة بحاول أرجع السيت تاني لأصلها لفطرتها لربنا فطرها عليها قصة التعدد هو مش أنا اللي اخترعتها ولنا اللي بنادي بيها ده حاجة معروفة منذ الأجل منذ الحقبات زمنية بعيدة جدا لكن أنا دلوقتي بضرب نقص مهم جدا في المجتمعات العربية بتاعتنا بقول أن السيت العربية والسيت المصرية مهم جدا أن هي تنتبه أن في حالات كتيرة جدا 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 من تعنت المرأة ومن تشدد المرأة ومن خيوج المرأة عن السياق وعلى النسق الطبيعي الفطر اللي ربنا خلقها به اللي أهمها أن هي تكون في المقام الأول والمقام الرفيع أنها تبقى زوجة مطيعة، زوجة محبة، زوجة تعرف تلملم وتكون أسرة سوية ومستقيمة وأنها تكون أم بناءة وأم محطقة هذا على أساس أن الرجل أيضا يفترض أن يكون الرجل يقوم بكل أدواره المطلوبة منه قبل قليل سيدة دعاء قلت بأنها الفطرة اسمحي لي فقط بهذا السؤال هناك من يقول لو كان تعدد الزوجات هو الفطرة لكان الله خلق لآدم أكثر من زوجة غير حواء هذا إذا أنت تتحدث عن الفطرة ما رأيكي؟ والله اللي قال كده أقوله أن أنا في عقدتي وأنا في ديانتي الكلام ربنا واضح في القرآن وفي السنة الصحيحة أن سيدنا إبراهيم في المقام الأول تزوج اتنين وسيدنا محمد تزوج تسعة وكان له تلاتة ملكة يمين آه هم عنبيا وآه هم ليهم إكسبشن لكن برضو كلام ربنا قال مسنى وسلاس ورباع وخليني أكلم في جزئية مهمة جدا إحنا هنتكلم بقراء سين وصاب وعين ولا هنتكلم بكلام اللي هو الشرع والتشرية والناس اللي هم الملمين طيب بما أنك تحكي على الشرع لا أنا ولا حضرتك نقدر نقول فيها ناع سيدة دعاء اسمحيلي فقط أنا عايزة أكمل قصة الشرع بما أنك تحكي عن الشرع مفتي مصر السابق دكتور علي جمعة يعني قصة الشرع مشانا اللي هتكلم أنت حكيتي عن أن الشرع يحلل ذلك دعينا نتحدث عن أشخاص لهم بيع طويل في هذا الشرع الدكتور علي جمعة مفتي مصر السابق شدد بأن الإسلام جاء بالحد من تعدد الزوجات لم يأتي بالدعوة أصالة إلى تعدد الزوجات كما يظن غير المتخصصين يعني هو مش رخصة لكل رجل يتزوج بثانية وثالثة ورابعة يا فندم يا فندم يا أستاذة يا أستاذة طبعا فضيلة المفتي على عيني وعلى راسي وطبعا كلامه أكيد في التوقيت اللي هو قال فيه ده ما كانش يعمل يعني أبديت لللي إحنا فيه دلوقتي حضرتك نسبة الظواهر الطلاق عندنا في مصر مهولة ومفزعة نسبة المتأخرات عن الزواج كتيرة ومفزعة في الوطن العربي كله مش في مصر بس نسبة الأرامل كتيرة جدا حاليا نقول أن فيه ظواهر كمان مجتمعية متفحشة زي التحرش زي زين المحارم زي الخيانات اللي بتحصل من الزوجين مش من الزوج بس ده ناتج من إيه يا فندم ناتج من أن الحياة بقى فيها خلل كبير جدا في العلاقة اللي هي الزوجية وشوفي بقى تعالي نفتح ملاخ اللي هم المتزوجين وبينهم خلل زواجي اسمحي لي يا سيد دعاء إذا كان الخلل موجود يعني هل إصلاحه بتعدد الزوجات؟ لا لا يا أستاذة يا أستاذة خليني أقول لحضرتك حاجة ما هو إحنا لو أنا وانتي وكل الستات أيقانة تمام اليقين في المقام الأول أن امرأة واحدة لا تكفي أن زوجة واحدة لا تكفي في حاجات كتير جدا هتتصلح في العلاقة الزوجية لكن كل واحدة متزوجة أو كل واحدة عايشة مع زوجها هي متخيلة أن هي بس ما فيش غيرها ولا هيبقى فيه بعدها ده في حد ذاته ده غلط ده فشل أنت لو كل زوجة أو كل ستة أعترف أني ده حق وأنه أوكي أنا سابوتد ليك لو أنت عملت ده حقه بشروط يا سيد دعاء مش هيبقى فيه حاجات كتير يا سيد دعاء هذه هي الإشكالية حقه هو لكن بشروط كما يقول أغلب الأئمة هناك شروط للتعدد مش لأنه مل من زوجته أو أراد أن يجدد شبابه أو بمجرد ما أصبح غنيا يروح يتزوز يا أستاذ يا أستاذ هو حتى لو هو بشروط الشروط دي مطاطة يعني أنا ممكن أقول شروط ألاقيها خارجة على الصياق أصلا لو أنا هتعنت إحنا عايزين بس ننتفق أنا وإنتي على حاجة اللي هي إيه أن الراجل الراجل حقه يجاوز حقه يجاوز حقه يعدد حقه يعدد دي جزئية قصة الشروط اللي حضرتك بقى بتتكلمي فيها أو ممكن نتكلم فيها دي هتبقى مطاطية وكتيرة وهنخش فيه نقاش جدلي بظمتي كبير جدا عريض لكن أنا بقول من زكاء المرأة من زكاء المرأة اللي أنا براهن عليه دايما أن هي تعرف تعرف إزاي تحتوي جزها تعرف إزاي تحافظ على بيتها المشكلة اللي إحنا نقوقعين فيها دلوقتي في مجتمعاتنا العربية أو في مجتمعنا المصي تحديدا أن الست خدت الندية هي ده أسلوب الحياة أن هي زيها زيه ولكن الندية هذه الندية التي تسميها ندية سيدة دعاء هذه الندية التي تتحدث عنها هي ما يعتبرها القانون الدولي مساواة في القانون الدولي يعتبر التعدد شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة دعني أكملك السؤال التعدد هو شكلا من أشكال التمييز يتعارض تعدد الزوجات مع حق المرأة في المساواة مع الرجل يعني هل تعتقد أنه يعني التعدد مجتمعنا العربي لا تعتقد أن التعدد يضر بالمرأة نفسيا وبالعائلة شريعة والله يا فندم إحنا لو جينا شفنا عملنا أبحاث أبحاث نفسية على المتزوجين واللي عايشين مع بعض في ظل بيت واحد في خرص زواجي هنلاقيهم مضطربين نفسيا أكتر مما تتخيلي أكتر مما تتخيلي أنا مش بقول يا فندم أن الحل أو اللي هو طوق النجاف أنه نعدد أنا بقول أن الست لازم تتقبل كنها ست لازم تتعامل في إطار أن هي ست الرجل حقوقه قد هضمت ولكن أيضا هذه أهور مطاطية يا سيدة دعاء هذا أمر مطاطي ونسبي يعني في نساء أفنين عمرهن وكرسنا حياتهن لأزواجهن تحملنا أزواجهن وبعد عمر طويل يريد تجديد شبابهن بفتاة أصغر نعم نعم هذا يحدث حدث الآن وحدث بالأمس وسيحدث غدا يحدث يا فندم يا فندم يا فندم أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الطبيعي والنورمال أن الست ربنا خلقها معطاقة ولا تمني بنبعطاها ربنا لما جي شبه نفسه ولله المسألة الأعلى في حنانه قال أنا أحنى على العبدي من الأمة على يردعها لك أنت تخيلي يا فندم الأمة دي قيمة كبيرة جدا ربنا يعني قدسها ما بالك الزوجة اللي هي هتطلع جيل أصلا يكون سوي إحنا يا فندم للأسف الأم نسيت وظيفتها الطبيعية أنها تكون أم نسيت أن هي زوجة حالة اللغة وحالة المزيدة وحالة المتجرة بقضايا أصلا يعني عبسية أنا شايفها وجد ليا دي دخيلة على مجتمعاتنا إحنا كنا نموذج يكتبى بي يا فندم للمجتمعات الغربية إحنا دلوقتي سبنا سبنا إن إحنا نبقى أيقونة ونبقى نموذج ومثال يختصى بي وبقينا بنقلدهم ودي كلها اسمحي لي سيدة دعاء متى كان العرب مثال للغرب فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية لا في العلاقة في العلاقة الأسرية يا فندم معروفة إن المرأة العربية بتقدس الحياة الزوجية وبتحترم جوزها وبتحب أولادها جدا وده حضرتك أكيد لفت العالم وشفتي واسمعت حضرتك يا فندم في المجتمعات الغربية إذا كان الأمر كذلك تقبل أن يأتي يا رجل لزوجته لهذا المثال الذي تتحدثين عنه هذا المثال الجامل ويقول لها سأتزوج عليك فقط لأنه يريد أن يغير لأنه يريد أن يتزوج بمرأة أخرى فقط من أجل التغيير وليس للأسباب التي ذكرت من قبل الكثير من علماء الدين أنا بقول أنا قلته بقول الموضوع أن الزوج يده زوج على زوجته ده حقه قصة أنه يقول للأولى ده مش من حقها أنها تعرف أصلا أنا ضد أنها تعرف ضد أنها تبقى عارفة أنه هو متزوج إلا في حالة إذا هو خلف من الثانية لكن هو يقول القانون يجبر الرجل في كثير من الدول على إعلام زوجته في أنه سيتزوج مرة أخرى ما هو القانون يا أستاذة ما هو القانون برضو في حاجات كتيرة قوي مش في صالح البيت أصلا حاجات يعني بتزيد كما بيقولوا عندنا في مصر بيزيد الطين بل يعني إيه قيمة أننا هروح أقولي الأولى هتقولي ألف مبروك مثلا ونجيب لي هدية ما هي أكيد هتزعل وهتبداي يعني في السر وكأنها علاقة غير شرعية يعني في السر وكأنها علاقة غير شرعية لا 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 يا فندم لا يا فندم أنا كلامي واضح ما هي ما تعرفش لكن الثانية على فكرة الزوجة الثانية بيبقى حقها مهضوم وبتبقى مظلومة وفي حالات كتيرة جدا 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 يعني بيتم قهرها بطريقة غير إنسانية خالص طيب ننتقل معك سيدة دعاء عبدالسلام إلى الفقرة الثانية من برنامج السؤال الصعب أهلا بكم من جديد للفقرة الثانية في برنامج السؤال الصعب ضيفتنا اليوم هي الكاتبة والإعلامية المصرية دعاء عبدالسلام مهلا وسهلا فيك مرة أخرى سيدة دعاء أنت قبل قليل تحدثت بأن المرأة العربية أخذ أكثر من حقها ولكن ألا تعتقدي أنا لا أتحدث فقط عن مصر عن الدول العربية في العديد من هذه الدول المرأة العربية تعاني تواجه الكثير من العقبات وحقوقها مهضومة في كثير من الأحيان من قبل المنظومة الأسرية أو مجتمع ذكوري أو قانون جائر بحق النساء والله يا فندم أنا على فكرة بالمناسبة أنا عشت فترة كبيرة جدا من حياتي في دول مختلفة في الخليج وشايفا أن المرأة العربية يعني حقها مهضومة في إيه؟ هو سؤال حضرتك عشان بس يبقى كلامنا واضح للمشاهدين والمتابعين حضرتك مهضوم في إيه؟ يعني القانون جاي على المرأة في إيه؟ في أي حاجة؟ أنا شايفة أنا بحكلم عن بلدي إحنا عملنا طفرة قوية جدا لصالح المرأة نقلتها بشكل قوي جدا اللي بيها أصبح لها تمكين وأصبح لها وجود وأصبح لها كراسي في وزاراته في هيئات حساسة جدا وأصبح لها توجود حتى دولي ملموس وبناء وقيس على ده بالضوء المرأة العربية في أسامي طبعا مش هقدر أذكرها لكن سبتت وجودها هنتكلم بقى عن العلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية خلينا أتكلم مع حضرتك بمنتهى الشفافية هي المرأة المرأة العربية والمصرية أنتو عايزين إيه؟ خلينا نحل المعادلة سواء كده بطريقة تكون موضوعية فيه فرق بين أن أنت تقيمي بيت وأسرة وحياة مستقيمة سويا وفيه فرق بين أنت تحققي ذاتك وكيانك وتثبتي وجودك للمت أو لحد معين خلينا نقول حضرتك أنا أمرأة متزوجة وعندي أولاد وفي نفس الوقت بشتغل لكن خلينا أقولك ما فيش تعارض خالص إطلاقا ما بين شغلي وما بين بيتي وإن حصل أن أنا مفضلة أو حصل أن أنا جوزي قال لي دعاء من فضلك لا مش هتعملي أو مش هتوحمي باعد بسمع كلامه لأن أنا عندي التارجة الأساسي والأهم في حياتي أن أنا بقى زوجة 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 حقيقية وأن أنا أكون أم نكحة وأن البيت ده ما يتهدش طيب سيدة دعاء أنت قبل قليل سألت ماذا تريد المرأة مثلا هناك مشاكل تعاني منها المرأة في العالم العربي مثلا لا يحق للمرأة منح جنسيتها لأولادها يعني هذا معمول به في الكثير من الدول العربية لماذا لا تعطي المرأة جنسيتها لأولادها مثلا ألا تعتقد بأن هذا حق يكفله لها القانون الدولي والله كل دولة ليها قانونها ليها دستورها ليها يعني ترتبها في أولوياتها أكيد يعني ما فيش دولة هتطلع مظلومية واضحة صريحة علشان هي عايزة تضرب المرأة وتضيقها أنا مقتنعة جدا أن ما فيش دولة عربية بتفرط في حق بني آدم وإن كان فيه نوع من أنواع مثلا اللي هو الإخفاق في نقطة أو التقصير في بعض المواقف لكن إجمالا ما فيش حاجة يعني ما فيش تعنط مقصود ما فيش اللي هو استفزاز مقصود للمرأة العربية وتحديدا المرأة المصرية طيب المرأة العاملة دعيننا نتحدث عن المرأة العاملة مثلا المرأة تعمل مثلا عملها في سوق العمل ووجودها هو 18.4% فقط يعني ليس لديها فرص عمل متساوية مع الرجل برأيك لا يفترض تغيير قوانين العمل لمنح الفرصة للمرأة كما يحدث في بعض الدول يحاول تنسيل المرأة ولكن في الدول الأخرى ما زالت المرأة يعني لم تصل بعد إلى مرحلة تتساوى فيها في فرص عملها مع الرجل هو ليه إحنا مسكين في البعض وعملين فوكس على البعض ما نشوف النص المليان ونشوف الإجمالي الكل على مستوى الوطن العربي هنلاقي فيه تمكين وفيه فرص وفيه إثبات وجود وفيه حاجات بناءة إحنا ليه مركزين على البعض ليه مركزين على الاستثناء ليه واخدين الكاميرا والفوكس بتاعنا على حاجة يعني ممكن نقول أنها أصلا مش موجودة يعني خلينا نقول يعني زي ما فيه ده فيه في كل المجتمعات على فكرة مش في الوطن العربي أو في مصر بس ده موجود في كل العالم موجود في يعني في كل العالم لكن خلينا أقولك أنا أتكلم على بلدي أنا شايف أن بلدي أن أصلا نسبة المرأة المعيلة عندنا تخطط 48% ونسبة المرأة اللي هي العامية أثبتت وجودها بشكل قوي وعلى فكرة أنا برضو مش عايزة أقول أن دي مش حاجة حلوة يعني لازم التوازن حلو يعني حتى ربنا قال وجعلناكم أمطا وسطة الوسطية في كل حاجة لطيفة جدا لا عايزة تشدد ولا عايزة برضو أن نسيب الحبلة على الغارب يعني ماهونا برضو ماهونا برضو ماهونا هيبقى نسبة الستات أعلى في المجتمع كوظائف وكأماكن وا 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 طب ماهونا برضو هيأصل على ابني وجوجي وأخويا وزمي لم نقول أعلى نحن تتساوى على الأقل لم نقول أعلى نحن تحدثنا عن المساواة يا أستاذة أستاذة فضيلة أستاذة فضيلة خلينا نقول حاجة مهمة جدا جدا هو ربنا لو كان عايز يخلقنا أنا والراجل زي بعض وفيه مساواة اللي هي بالشكل بالشكل الاجتماعي أو بالشكل النمطي اللي بينادوا به الغرب ما كان ربنا عمل كده لكن هو ربنا جعل أنا مختلفة وهو مختلف علشان يبقى فيه ماتشنج يبقى فيه تكامل يبقى فيه تجانز ما ينفعش إن أنا بقى راسي براسه ما ينفعش إن أنا نادي إن أنا أخذ مكانه وابقى أعلى منه ولكن ألا تعتقد سيدة دعاء سيدة دعاء هذه وجهة النظر ألا تعتقد أنه تزيد الرجل تعنطا هناك من يرى بأن المجتمعات الذكورية كرست مبدأ المنص ضد المرأة بسبب هذه الأراء ألا تعتقد بأنه ما تقولين هو ما يقوله غيره ربما يجعل الرجل أكثر تشددا وعنفا مع المرأة خالص أنا نسبة العنف يا فندم بقت في الوطن العربي الستات هما اللي بقوا أكثر عنفا ليه لأنه خلاص يعني حسوا أن يعني مش حايزة أقول المتجرة بقضاياهم وبكلام الرنان ودموعهم وستة بقضل عنفا أنه أصبحنا أكثر عنفا طريقة فيها دهاء سيدة دعاء عندك إحصائيات وأكد بأن الناس أصبحنا أكثر عنفا من الرجل في مجتمعنا العربي في مصر مثلا في مصر في مصر عندي نسبة العنف الأسرة نتجى من الزوجة أو الستة أكتر وده أنا قلته قبل كده للأسف الشديد ودي حاجة مخزية دي حاجة مؤلمة وخلينا أقول لحضرتك حاجة يا جماعة إحنا ليه عملين نبص للغرب ونشوف القانون الدولي تمنى شوف قانون بلدي وكل واحدة تشوف قانون بلدها وتشوف ربنا قال إيه وتشوف مامتها وجددها كانوا عاملين إزاي ونهدى كده نهدى يعني هي مش حاجة حلوة على فكرة نسب العنوصة في الوطن العربي بقت كارثية بقت حاجة مخجلة جدا بقت حاجة يعني تكسف نسبة المطلقات بقت حاجة يعني دمش وقفنا كلنا أنت تنظري وتسمين المرأة التي لم تتزوج بأنها عانس أليس هذا توصيفا رجعيا حتى في الغرب لم يعد يستعمل لا 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 توصيف تمييزي ضد المرأة في الغرب حدثك أليس تعتقد بأنه يميز المرأة العانس والمطلقة والمتزوجة والتي عندها أولاد لم يعد شخص متحضر يعيش في القرن الواحدة العشرين يتحدث بهذه الطريقة يا فندم حضرتك عما لا تقولي عليه في الغرب طبما في الغرب مصاحبين يا فندم في الغرب ماشيين بحاجات طبعا لدماغهم هو أنت حاليك عما لا تقولي لي الغرب الغرب ignorant لا نرى في الغرب إيه الحاجات الإجابية الغرب الحاجات الإجابية يا فندم الست بتشارك مع زوجها بكل ما تأملك الست يا فندم بتدفع في التأمين مع جوزها الست بتربي الأولاد وبتعمل حاجات وبتضرب يا فندم وبتفتحش بقها. أكبر نسبة عنف يا فندم الزوج للزوجة في أمريكا. حضرتك ليه ما بتقوليش الكلام ده؟ ليه ما بتقوليش الكلام ده؟ ليه ما بتقوليش الكلام؟ ليه ما بتقوليش الكلام؟ أنا لا ألفي أنه في عنف في أي مكان في العالم. ولكن عندهم قانون يا سيدة دعاء. أجب هالك يا فندم. خليني أعطيك فقط إحصائية. ممكن تسمحيني يا سيدة دعاء أعطيك إحصائية. بحسب تقرير الأمم المتحدة. وباء كورونا والحجر الذي رافقه أدى إلى ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة. في المنطقة العربية بـ 37% من النساء تعرضنا للعنف من أزواجهن في هذه الفترة. هناك حالات اختصاب زوجي أيضا في كثير من البلدان. ألا تعترفي بهذا الواقع؟ يعني اختصاب زوجي. لا يعني اختصاب زوجي. أنا ضد اللفظ ده. يعني واحد ميجاوز واحدة اختصابها إزاي؟ فيش حاجة اسمها كده؟ يعني دعاء بسلامتك تنادي بجزالة هذا المطلح؟ طيب. سيدة دعاء الوقت بيهمنا جدا. وبقول كفاية نشحن كفاية نشحن البيوت العربية بمثل هذه الألفاظ وبمسميات غربية دخيلة. وهم أصلا ما بيعملوش ده. هم أصلا بيطبقوا حاجات تانية. وخليني أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. معظم. معظم اللي بيطبق الكلام اللي هو أو بينادي بالكلام اللي هو الستو والمساوية والحرية. أنا أريد أن أقول لك أن حياتهم خربانة. والكلام ده على مسؤوليتي. حياتهم رايحة في ستين داهية. يعني اللي هو بينادي بحاجات هو أصلا مش عارف يعملها. طيب سيدة دعاء. أنتقل بك إلى الفقرة الأخيرة من برنامج السؤال الصعب. الفقرة الأخيرة العد العكسي معك. أهلا بكم من جديد في برنامج السؤال الصعب. ضيفة حلقتنا اليوم. الكاتبة والإعلامية المصرية. دعاء عبد السلام. أهلا بك مرة أخرى. في فقرة العد العكسي. سيدة دعاء. لديك دقيقة أو أقل الإجابة عن كل سؤال. يريد تتعاوني معي في ذلك. هل أنت مع حضانة المرأة لأطفالها حتى وإن تزوجت مرة أخرى؟ لا يعني أنت ترفضي أن السيدة المتزوجة يعني يكون لها حق الحضانة لو تزوجت رجلا آخر. لماذا؟ لماذا سيدة دعاء؟ لا خلاص. لا يعني يعني أبوهم أولى بيهم. أنت كنت تتحدثين عن أن حضرتك نحن بنشوف زواهر المجتمعية. معلش حضرتك نحن بنشوف دلوقتي زواهر المجتمعية في زينما حارم مخيف ومرعب. ما بالك ده هيبقى راجل غريب. لا طبعا الولاد يبقى مع أبوهم يبقى مع حد تاني ويبقى ويحرم الأولاد من أمهم يعني تحرم الأم من أولادها فقط لأنها تتزوج مرة ثانية يعني لا تشيرين على حق المرأة هنا ليه تحرم من أمها هتشوف أولادها ما إحنا لو جينا ما إحنا لو جينا شفنا الغرب بيعملوا إيه في المسألة دي هنلاقيهم بيعملوا زي ما أنا بقى أقول لك بقى بيعملوا إيه بيبقى فيه مشاركة هو ثلاثة أيام عند بابا وثلاثة أيام عند أمه أو عند أي حد بينما بينهم يعني لكن إنها تبقى أولاد مع راجل غريب لا طبعا أنا ضد دا كلياتا سيد دعاء صراحة لازم أطرح لك هالسؤال حضرتك لو جاء زوجك وقال لك سأتزوج بثان زوجة ثانية كيف يكون رد فعلك صراحة صراحة أنا قلتها أكتر من مليون مرة أنا قلت الجوزي من أول يوم أنت لو عايز تتجاوز تجاوز وما تقوليش ليش ما يقول لكيش لكن لو هو جاء ما يقوليش يعني إيه قيمة إن أنا أعرف يعني تتأذين نفسيا لو يقول لك زوجك أنا حتجاوز عليك يا دعاء لا يا فندم بصي أنا بحب جوزي جدا وأكيد بغيرة عليه وأنا إنسانة وسط يعني الحمد لله طبيعية ومتوزنة جدا أكيد هغيرة عليه لكن عشان أنا بغيرة عليه أنا مش عايز أعرف طيب وأنا معدى جدا جدا لصالح الأولى ما تعرفيش أنت مرة قلتي حتى لو أعرفتي ما تقولوش أن أنت عرفتي يعني حنا طبعا تحدثنا عن هذا الموضوع في الحلقة وفي الفقرة الثانية ونساء كثيرات يعني يختلفنا معك أنت قلتي اتجوزي راجل متجوز واصرفي عليه ازاي ازاي رجالا يعني أكثر بكثير من النساء يا سيدة دعاء عبد السلام لم أرى سيدة تدافع عن الرجل يعني ضد المرأة أكثر منك على فكرة شكرا عموما والله أنا بدأ شكرا شكرا جزيلا شكرا لوجودك معنا في السؤال الصعب أشكر متابعين وأشكر أيضا اهتمامكم يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات السابقة على منصاتنا الرقمية لقناة سكاينيوز العربية في السؤال الصعب اشتركوا في القناة